الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسير المرسلين من محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الخامسة من الوحدة الرابعة والتي سبق وأنبينا وتكلمنا فيها عن أقسام الخبر باعتبار قائله ومن أسجد إليه وسبق في المحاضرات الأربعة الماضية الحديث عن الأقسام الأربعة وهي الحديث عن الهديث القدسي والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع وفي هذا اليوم سوف نتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم وفيما يأتي في المحاضرة السادسة سوف نتكلم عن التابعين رضي الله عنهم أما بالنسبة لمعرفة الصحابة فهو فن جليل وفيه عدة مسائل أولها تعريف الصحابي فنبدأ بتعريف الصحابي من حيث اللغة الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة ومنه الصحابي والصاحب ويجمع على أصحاب وصحب وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب وهي بمعنى مواحد كما هو ظاهر أما من حذر الاصطلاح فقد اختلف في ذلك والواجح الذي استقر عليه الاصطلاح أن الصحابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام فيشترط أن يكون حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ويستمر الإسلام حتى يكون موته على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح بمعنى أنه لو التدى بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم حدثت هذه الردة ثم رجع إلى الإسلام ومات عليه فإن صحبته تبقى على الأصح من أقوال العلماء أهمية هذا العلم أي علم معرفة الصحابة لا شك أنه علم كبير مهم عظيم الفائد وله فوائد عظيمة من أجلها معرفة المتصل من المرسل والمرسل كما سيأتينا هو مرفوع التابعي ومعنى هذا أنه قد يكون احتمال سقوط الصحابي واحتمال سقوط غير الصحابي كذلك فأجل فائدة فيه هي معرفة المتصل من المرسل والمرسل كما هو معلوم من أنواع الضعيف المسألة الثالثة وهي بما تعرف صحبة الصحابي تثبت وتعرف صحبة الصحابي بواحد من أمور خمسة هي أولا التواتر والتواتر شيء زائد على الشهرة كما سبق وبيناه وممن تواترت صحبتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمر بالخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن عبي طالب وبقية العشر المبشرين بالجنة ثم تعرف الصحبة بالأمر الثاني وهو إلي التواتر وهو الشهرة كشهرة صحبة ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن فهؤلاء اشتهرت صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث إخبار صحابي أن يأتينا صحابي من المعروفين والمشهولين إن ثبتت صحبتهم فيخبرنا أن فلان صحابي ممن لكي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام أيضا إخبار ثقة من التابعين هذا الأمر الرابع الذي تعرف به صحبة الصحابي وأخيرا الأمر الخامس وهو إخباره عن نفسه إن كان عدلا يعني إذا جاءنا رجل وادعى أنه صحابي قبل منه ذلك بشرطين الشرط الأول أن يكون عدلا والشرط الثاني أن تكون دعواه ممكنة ومعنى دعواه ممكنة من حيث الزمن فيكون في الفترة التي لقي فيها الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة وهي تأديل جميع الصحابة الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتأديل الله تبارك وتعالى لهم من فوق سبع سماوات في آيات كثيرة من القرآن ليس هذا مكان بسطها سواء من لابس الفتن منهم أو لم يلابسها فكلهم عدول وهذا كلام إثبات عدالتهم بإجماع من يعتد به من علماء الأمة ولا يطعم في الصحابة إلا مخذول والمقصود بعدالتهم معنى عدالتهم أي تجندبهم عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها وعدم التكابهم ما يوجب عدم قبولها وبناء عليه فينتج عن هذه العدالة ينتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم من غير يتكلف البحث عن عدالتهم كما نبحث في عدالة غيرهم من التابعين فمن دونهم فالصحابة كلهم عدول بهذه الصورة من لابس الفتن منهم ووقع فيها فيحمل أمره على الاجتهاد المأجور فيه فهو مأجور في اجتهاده هذا وذلك تحسينا للظن بهم لأنهم حمدت الشريعة وهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة وهي أكثرهم حديثا هناك من الصحابة ظنر عليهم من كان مكثرا من الحديث ويأتي في مقدمتهم ستة من الصحابة أولهم أبو هرير رضي الله عنه فقد روى 5374 حديثا وقال المصنف أنه روى عنه أكثر من 300 رجل والذهبي يقول روى عنه أكثر من 800 رجل يليه عبد الله بن عمر الخطاب وقد روى 2630 حديثا ثم أنس بن مالك رضي الله عنه وقد روى 2286 حديثا ثم يليه عائشة أم المؤمني رضي الله عنها وقد روى 2211 حديث ثم حبر الأمة عبدالله بن عباس روى 1660 حديثا وأخيرا من المكثرين جابر بن عبدالله الأنصار روى 1540 حديثا المسألة السادسة وهي المتعلقة بأكثرهم فتية من أكثرهم فتية عبدالله بن عباس روى الله عنه وذلك لأنه حقيقة طلب العلم ثم طالبه الزمان وتصدر للإفتاء وتعليم الناس فكان من أكثر الصحابة فتية ثم يليه بعد ذلك كبار علماء الصحابة وهم ستة كما قال مسروق يقول انتهى علم الصحابة إلى ستة عمر بن خطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وبن مسعود ثم انتهى علم الستة إلى علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين المسألة السابعة وهي من هم العبادلة هذا اللفظ يطلق ويقال العبادلة والمراد بالعبادلة يعني في الأصل من كان اسمه عبد الله من الصحابة وقد ذكروا في كتب السير أنه يبلغ عدد من سمي بعبد الله من الصحابة ثلاثمائة صحابة لكن إذا أطلق لفظ العبادلة فلا يراد بهؤلاء الثلاثمائة كلهم وإنما يراد به هنا أربعة من الصحابة كل منهم اسمه عبد الله وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن العاص والسبب في أن هؤلاء الأربعة سموا بالعبادلة لأن لهم ميزة والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى حتيج إلى علمهم فكانت لهم المزي والشهرة فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة المسألة الثامنة وهي عدد الصحابة ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون على مئة ألف صحابي وأشهر هذه الأقوال ما قاله أبو زور عرغازي قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة مما روى عنه وسمع منه وهذا التعداد إنما ذكر لأنهم هكذا قدروا الذين حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم المسألة التاسعة وهي عدد طبقاتهم هؤلاء الصحابة قسموا إلى تقسيمات عدة وإلى طبقات عدة واختلف في عدد طبقاتهم فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة ومنهم من قسمهم باعتبار آخر بتقسيمات أخرى مختلفة فكل من الذين قسموا طبقات الصحابة قسمها حسب اجتهاد كل منهم عندنا على سبيل المثال ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى قسم الصحابة إلى خمس طبقات وقسمهم الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب مستدرك إلى ثنتين عشرة طبقة هذا بالنسبة لطبقاتهم المسألة العاشرة وهي أفضلهم من هو أفضل الصحابة؟ أفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنهما وهذا بإجماع أهل السنة ثم عثمان ثم علي على قول جمهور أهل السنة ثم تمام العشرة ثم يليهم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان المسألة الحاديدة عشرة وهي أولهم إسلاما من الرجال الأحرار أول لدجال الأحرار إسلاما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأولهم إسلاما من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأول الصحابة إسلاما من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأولهم إسلاما من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأولهم إسلاما من العبيد بلال إبر غباح رضي الله عنه المسألة الحادية عشر وهي آخرهم موتا آخرهم موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليفي وقد مات سنة بيئة بمكة المكرمة وقيل غير ذلك يعني قيل أنه مات سنة 110 وقيل أقوال أخرى ثم آخرهم موتا قبله بالطفيل هو أنس بن مالك رضي الله عنه حيث توفي سنة 93 بالبصرة أخيرا المسألة الثالثة عشرة وهي أشهر المصنفات في الصحابة أولف فيهم كثيرا لكن نذكر بعض هذه المصنفات أشهرها هو الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر العسقلاني وهو من أوفى هذه الكتب قد قسمه إلى أربعة أقسام يعني في كل حرف رتب على حروف الهجاء وكل حرف جعله أربعة أقسام من الكتب المؤلفة في الصحابة كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة وهو لعلي بن محمد الجزري المشهور بمن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر ثم أيضا الحافظ بن عدد البرق رحمه الله ألف كتابا سماه الاستيعاب في أسماء الأصحاب هذه أشهر المؤلفات في معرفة الصحابة وهناك غيرها هذا يعني ما يتعلق بمعرفة الصحابة رضان الله عليهم والله أعلم وصلى الله عنه بنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته